اهلا بكم يا ريت قبل ما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللاقيق ولاشتراك في القناة علشان يوصلوكم كل جديد بيبدأ فيلمنا مع الدكتور مارتن اللي بنعرف ان هو في الطيارة متاجه لألمانيا علشان يحضر مؤتمر خاص بالتكنولوجيا وبيتكون معهم راتوليزا وفعلا بيوصلوا لألمانيا وبيركبوا تاكسي بس بينسوا يحطوا شنطة من شنطهم معهم في قلب التاكسي وبيكونوا متاجئين للفندق دلوقتي وبنعرف ان مارتن هيروحي قابل الدكتور بيسلر اللي دعايا للمؤتمر وفعلا لما بيوصلوا للفندق بيكتشف مارتن ان في شنطة نسيوها وبنروح وهتالي ليزا اللي بتكون جوه الفندق علشان تأكد على الحجز الخاص بالشركة بتاعت مارتن ليهم بس بتتفاجئ ان الاستقبال بيقولها ان الحجز اتلغى لأسباب أمنية وبنعرف انه استعجل جدا لانه عرف ان الشنطة المفهودة هي شنطته الخاصة وعلشان كده ريكت تاكسي تاني يرجعوا المطار علشان يدور على الشنطة بس بيكون الطريق زحمة في سابه المطر واسناء الطريق بيعملوا حادثة وسوها بتتصل بالعربية في المية فمارتن بيتخبط في المغوة جميد جدا وبتكون العربية بتغرق بس سوها بتنقذوا فوقتال اسعاف بيجوا وبيوضلوا يسعفوا مارتن بالنبضات الكهربائية ولكن وقتها كان مارتن بيحتضر بس بعد فترة بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى ولما بيتشوفه الممرضة بتنادي للدكتور اللي بيجي المارتن وبيقوله انه هو هنا بسبب حادث وانه كان في غايبوبة من اربع ايام وبيكون مارتن فاقد جزء صغير من الزاكرة فبيقوله الدكتور ان ده عادي وبيستغرب مارتن لما بيعرف من الدكتور ان محدش سأل عليه في الاربع ايام وبالليل بيشوف مارتن في الاخبار خبر حضور امير لمؤتمر التكنولوجيا فبتبدأ الزاكرة ترجع لمارتن وبيفتكروا انه هو كان متجه اللي فين بالتاكسي فبيقرر يخرج من المستشفى علشان يدور على مراته ويروح المؤتمر فبيدي الدكتور رقمه في حالة ان حصله حاجة وبعدها بيمشي مارتن وبيروح للفندق فبيلمح مارتو دخل حفلة المؤتمر فبيروح ليه وبيبقى عايز انه هو يدخل الحفلة وراها بس الامن بيوقفه فبيقولهم انه هو جوز ليزا وبيودي الامن معايا لها علشان تأكد على كلامه وفعلا بيوصلوا ليها وبيكلمها مارتن وبيقولها اكيد لراجل الامن اني انا جوزي فبيتقوله انها متعرفوش فبيتصدم مارتن وبيكون فاكرها بيتعمل فيه مالب ولكنه بيتأكد ان الموضوع جد لما بيجي يوز ليزا واللي بيكون هو مارتن هاريس وعنده هوية بكده فمارتن بيبدأ يزعى وبيكون مدهي جدا بس الامن بياخدوله غرفتهم وبيفضل مارتن يقول ان هو مارتن الحقيقي وبيقول للامن ان اكيد مرته متهدده وان ده شيء مش طبيعي وبيقولهم يدفلوا على موقع الشركة اللي هو اشغاليه علشان يتأكده من صورته بس المفاجأة ان الموقع بيطلع صورة مارتن اللي شافه في الحفلة فبيبدأ مارتن يدجنن وبيقولهم يكلمه الدكتور اللي عالجه بعد ما فهم من الغيبوبة وفعلا بيعملوا كده بس الخط مش بيجمع ولما الامن بيهددوه بتكلمهم للشرطة بيقولهم ان هو لسه خارج من حدثة وممكن تكون اثرت عليه وبيقولهم ان هو رايح للدكتور وفعلا بيركب تاكسي وبيتجيه ليه بس اسناء الطريق بيوقع في التاكسي وبينزل وبيكون خايف جدا وبيش فاهم حاجة وبيكون عايز ان هو يحجز غرفة في اي فندق بس بيكون عارف ان ما فيش اي فندق ايقبله لانه ما عندهش اثبات شخصية فاسناء طريقه بيلاقي عدم رأبه فبيركب مترو بسرعة وبيهرب منه ويتاني يوم بيفضل مارتن يمشي لحد ما بيلمح تاكسي البنت اللي عملت معاه الحادثة فبيروح لمقر التاكسي في المدينة وبيسأل عليها علشان تثبت ان هو الدكتور مارتن بس المسؤولين هناك بيقولوا ليه انها ما اجرى من وقت الحادثة وانهم ما عرفوش عنها حاجة فبيفضل يسأل مارتن المسؤول لحد ما بيقوله على مكانها وبنعرف ان اسمها جين فبيروح مارتن لها وبيعرف انها شغالة في كافية ومش عايزة تتكلم معها فبيتجي مارتن للمستشفى وبيتفاجئ بوجود الدكتور مارتن مع الدكتور بيسلر فبيزعق اليوم وبيقول ان الشخص ده منتحل شخصيته ولما الشرطة بتيجي بيقولهم مارتن يقبضوا على مارتن المزيف ولكن مارتن المزيف بيطلع لهم الهوية وسورته مع ليزا اللي بيكون مارتن فاكر ان هو عاشها كلها مع امراته وفيزيكرياته فبيقول معلمين كتر التشتت ولما بيفوق بتدي له الممرضة عنوان شخص بيقدر يدور على الاشخاص التيين وبعدها الدكتور بيجي وبيقول للمارتن ان هم لازم يعملوا لي رامين مغناطيسة على دماغه وفعلا لما بيعملوا ليه بيتفاجئ مارتن ان في شخص بيكلبشه وبيديه حونة ولما بيتيجي ممرضة للشخص ده وبتسأله على هويته بيخلص عليها وبيعرف مارتن ان ده الشخص نفسه اللي كان بيرابه في المترو فلما هو بيمشي بياخد مارتن من الممرضة ماقص وبيقص الكلبشه اللي هو مربوط بيها وبيقدر يارب من المستشفى وبيروح لعنوان يورجان اللي دلته عليه الممرضة وبيعرف انه كان زابط في البوليس السر النازي وبيقول له مارتن وعتها انه هو عايز يثبت ان هو مارتن هارس فبيوافق يورجان انه هو يساعده علشان كمان يعرف مين اللي قتل الممرضة وبيقول له انه عايزه يوصله لسواية التكسي اللي كان معها وفعلا بيروح مارتن لجين وبيطلب منها مكان يباد فيه فبيقول له جين انها تأجر لقوضة في بيتها وفعلا بنرجع ليورجان اللي بيبدأ يدور على تفاصيل اكتر وبيطلب من صاحبه في المطار يدي ليتفرغ الكاميرات وبيفضل يدور اكتر في حياة مارتن على الأشخاص المحط بهم وتاني يوم بنرجع لمارتن اللي في بيت جين وبيهجم عليه الشخص اللي عايز يخلص عليه ولكن مارتن بيتعارك معه وبيقدر هو وجين يهربوا من البيت وبعدها بيتابل كل من يورجان ومارتن وبيقول يورجان لمارتن ان ابحث الدكتور بيسلر بتنمية المحصيل وانه ممجوله الاساسي هو الامير شدة وبيقول له ان واضح ان كل ده بيحصل علشان يقتله الامير وبيقول لمارتن على مكان ليزا مراته علشان يروح يرائبها اما جين فبترائب مارتن المزيف اللي بيبقى مع الدكتور بيسلر وفعلا بيروح لها مارتن بس بيلاقي الشخص اللي كان بيخلص عليه هناك وبتاب يروح مارتن لمراته ليزا وبيقول لها يبتعمل كده معاليه فبتستنى ليزا لحد ما بتحس ان محدش مرائبهم وبتقول له يروح للمطار وياخد شنطته ويفهم كل حاجة فبيشكرها مارتن جدا وبنرجع ليورجان اللي بيبعت لي صاحبه في المطار صور ليزا وهي وصلة مع مارتن الحقي في المطار وبتاب يجي الاتصال من الدكتور كل اللي بنعرف ان هو صديق الدكتور مارتن وبيقول ان هو جاي ليه فعلا بيستابله يورجان في بيته وبيعمله قهوة ولما بيكلمه على وحدة الاغتيال اللي اسمها خمستاشر في اوروبا بيكتشف كل ان يورجان كشفه فبيكرر يخلص عليه وبنرجع وعتها المارتن وجين اللي بيدور فعلا ياخده شنطة مارتن اللي ضاعت في الاول وبتبقى دلوقتي في الامانات وبيكون فيها جواز سفره باسم مارتن هارس وبيكون بدأ يحس بانه مش مجنون وبيشكر جين جدا ولما هي بتسيبه وبتمشي بيجي لمارتن كل صديقه اللي بيوديه عند العربية واسعتها بيظهر اللي عادي يخلص عليه وبيسعكه وبيخطفوه بس جين بتشوف اللي حصل وبتكرر تروح تنقذ مارتن بعربية تاكسي وبعد وصول كول مع مارتن لوجهتهم بيقول كول لمارتن الحقيقة وهي ان ما فيش حد اصلا اسمه مارتن هارس وانها شخصية من تهليفه وبيعرفه انه هاتل محترف وانه من رجالته وبيفاهمه ان ليزا مش مراته وانها زملته وبرضه قاتلة محترفة بس الحادثة دمرت ذكرياته وانه مضطروا يحطه بدليه علشان يكمل مهمة الاختيال وبيقولهم انه هم لازم يخلصوا عليه وبيقوله انه هم لازم يخلصوا عليه لانه بدأ يعطلهم فعلا الشخص اللي كان بيرابه بيبقى يخلص عليه بس جين بتيجي وبتنقذ مارتن وبتخلص على كول والقاتل وبيشكرها مارتن ولما بيشوف شنطته بيلايه اكتر من جواء السفر بيجي انسيات وشخصيات متالفة وبيعرف فعلا انه هاتل محترف وبيفتكر انه هحط في جناح الامير في الفندق قنبلة علشان يختاله بس بيكرر انه يروح يبطلها ولما بيوصلوا لفندق بيكون الامير وصلوا مع الدكتور بيسلر وهناك الازاة بتكون بتسرق الابحاس من الدكتور بيسلر وبتشغل بعدها القنبلة اللي بيبقى لسه ليها خمس داية على الانفجار وبنرجع لجين ومارتن اللي الامن بيمسكون بس بيحاول مارتن يقنع مدير الفندق بان في قنبلة في الفندق بس هو مش بيسدقه وساعتها بيوري في كاميرات الفندق فيديو وهو بيزرع القنبلة فبيعلن مدير الفندق حالة الطوارئ وبيعرف الامير وعيلته مع الدكتور بيسلر فبتكرر ليزا تبطل القنبلة لان المهمة بازت وبنرجع للمارتن اللي بيقول لجين انه فهم انه هما كانوا عايزين يختالوا الدكتور بيسلر ومشي الامير لان بيسلر اخترع سلالة امح تقدر تنزرع تحت اي ظروف وهتقدر على الجوع في العالم بوعتها بيورب من الامن وبيروح للبديل اللي بيكون اي خلص على الدكتور بيسلر بس بيفضل مارتن ينضرب لانه بيبقى نسي القتال اللي تعلمه وبنرجع لليزا اللي مش بتقدر توقف في الخنبلة قد تفتجر بيها وبيع على مارتن انقاض بتخليه افتكر اللي نسيه وان اختيال الامير كان تمويه بس وانهم كانوا فعلا عايزين يختالوا الدكتور بيسلر وهتاب يضع يوم وبيخلص على البديل وبنعرف بعد فترة ان اختراع بيسلر انتشر ووضع على المجاعات في العالم وده بسبب وقد جائزة نوبل وبيكون وقتها مارتن وجين مع بعض وبيقراروا ان هما يتجاوزوا